اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صليوا عندي بي لبناتك كل شنا حوالكم شاء الله كلكم تكونوا بخير وفي صحة وفي نعمة يا ربي وشفتوا لبنات اليوم تقص بصراحة بيرد 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 على اللخر اكثر من العادة ومتر شاء الله ربي يغيثنا الغيث النافع وشاء الله ربي يلطف بنا ويلطف بكل ما عندهم مش فما برشا ما عندهم مش مسكن وفما برشا ناقصين برشا حاجات شاء الله ربي يلطف بيهم وربي يدفيهم ان شاء الله يا ربي وربي نجح صغيراتنا كهو الديم ربي وفيت الامتحانات شاء الله صغيراتكم من المتفوقين ومن ناجحين اليوم الليبنات في دار بابا هاوكم عملتش روتين صورت لكم وصفات وكهو على خطرني ما نجمتش نعمل روتين وزيد برد برشا وبصراحة ما نجمتش معنا نصور لكم مرة نعملنا روتين العادي اما ما غير تصوي كما شفتو الليبنات حضرنا في صباح وفي طاير وقهوة ومعظم هو الخبز الشهير اللي تعرفوني دي ما نعملو خبز التاشين هاوك جوز توريتكم من المقطع وبرا على خطرني تعرفوني دي جا وليتوا كل التبعوني تعرفوني كيفش نعملو السهل ما في حتى شيء وتوابج نحضروا مبعضنا إصلاة طروس من أبن ما تاكلو وبالحق تدفي وبنينا بنينا برشا وصيرتو صحية بهليبنات هاوك بديتلكم مشنو اخذيت كعبة طماطم مقصوصة واخذيت سفنيريا مقصوصة اللي ما يعرفوش سفنيريا راه الجزر واخذيت شوية معدنوس مقصوصة واخذيت روس اي نوع روزك المضي بكم الروس لمفور ومش الروز الاخر واخذيت اصدر الجاج ولا اسكالوب مقطع واخذيت جلبانة وشوية زيتون بين خذرة وكحلة وزيتون كعب كله للزينة ويبقى اختياري كل واحد يزين كما يحب باش نعطيكم طريقتي فصلة الروز راي سهلة ويجيك فار معنايا الكعب الترق يجيك الروز فار كل الكعبة وحدها ويجيك ابنين ويجيك من ابن ما تعكلوا بالحق كيما شوفتو الليبنات ناخو صحفة نغسل فيها الروز اذيكا اهم مرحلة لازم تعملوها اغسلوا الروز بالكدية حتى ليني تنحى منه انشاء معنايا تتخلصوا من كمية انشاء الكل ووليني يولي الماء ابيض عادي معنايا كيانو مسبق له علاش نعملو المرحلة ذيه باش يجيك الروز فارق وكل كعبة وحدها وميجيش لاسق في بعضه كمان نغسل ناكي ما شوفتو هاك الماء متاع ولا ابيض خليه يتسقطر وباش نعريكم اشنو مش نعملو في المرحلة الثانية باية البناتة واخذيت كسرونه على الغاز باش نحط فيها نقلي الجيش اول حاجة اول يتعب في ذيكا باش نقلي الجيش خذيت مغير فيها زبدة صغيرة تعرفوا الزبدة تعطي قوة بنينة برشة كي تعمل بها الجيش ولا حوت ولا حاجة كي من هكا تعطيها قوة بنمزيت الحق حركتك الزبدة حتى لينذابت معايا وباش نحط اصدر الجيش ولا اسكالوب اللي متوفر عندي بالتبيعة وتنجمو تعملوها بالتنة كهوة ملحق بالجيش ابن لبنيت جربوها هاكا كميه صغيرة مش حاجة كبيرة ورح يتفرق وتبنن تضيك صلاة طروز بنينة وكميه وفيرة ومكونات بسيطة نقليتك الجيش حتى لين اللونه يولي ابيض كما شفتوه وديجا قصيته بمكعبة صغيرة في ساق يتيب وفي ساق يتبدل لونه حرك بالجدي ومن بعد باش نفوحه باش نحط له شوية كركم وباش نحط له شوية فلفل اكحل وشوية ملح هذي هي اللفاح بتاعه معناها اسهل من هاكا ما نفاميش ما عادش ااا واحدة هكا ما ناشحة معاه صلاة طروز بعد الفيديو هيدا اكيد باش تاا يليم تنجح معاه من اول مرة كما شفتوا لبنية هكا فاوحت اكل طرف الجيج و توا باش نزيدوا باقي المكونات و باش نعمل لكم زي ده مع صلطة الروز باش نعمل حوت مشوي و شوية صلطة مشوية توا تشوفوا كي شنو عملت بضبط هذي كالفلفل لكحل هكا زيتوا في الاخر ماذا بيكم لبنية الفلفل لكحل رحي ومعناها بالوقت متخذش متخذش مرحيرة مفيه حتى جوء ومفيه حتى بنا دي ما بسليفة عامة الفحات ماذا بيك دي ما تكون فرشكة وطاوى لبنية باش نزيد الروز نقليها شوية مع الجيش كما تشوفوا وكان اي وحدة تحب على اي دبارة ولا اي وصفة تكتب لي في التعليقات ان شاء الله اللي بكل الطلبات خاطر فهمة واحدة من الاخوات كتبت لي والله عندي برشة لوجة على رسيت متاع عصبان الجيج وانتي بالصدفة هبطها باش نجربها ان شاء الله فيه الصحة وفيه الشفاية ان شاء الله كيتجرب وان شاء الله تعجبك طريقتي دي ما البنات كيتجربوا حاجة نعطيها لكم وكتبولي باش حكاك نتشجع وتعطيوني برشة طاقة ايجابية باش نكمل باش نواصل دي ما نجيبلكم حاجات سهلين وبنين في نفس الوقت هاوك البنات تقليوا الجيج شوية مع الروز وكالزبدة باش يعطي منظر مزيان ويجيك الروز بنين معناه فكي تقلي مع الجيج فما برشة كل واحد كيفيش طريق دراه اما اذي اسهل طريقة وفيك سارونا برك واقل اقل معون وكل شي يجيك ابنين يعيشكم البنات كيتفعلته مع الموضوع متاع امس متاع اختنا شاء الله ربي هدي سرها وربي يبقي عليها السطر ان شاء الله يا ربي اه كما تشوفوا البنات زيت شوية كركم نحب يجيني الروز اصفر طوي باش نزيد اسفنيري المقطع وباش نزيد اجل بينه كما تشوفوا او كمكنج لارهي مش متاع السنين تحركوا المكونات كل ما بعضها وديما كيتطيبوا على نار هادية على الاخر كما تفهمنا ديما نقولكم نمرقوا بالماء السخون ونطيبوا على نار هادية جينا نميك لبنينا ودينا طيبة بالقدان طوي البنات باش نمرق بالماء السخون ونحرك ونخليها اتيب على راحتها اه معناها تاخو وقتا اياخو الروز وقتو الكافي باش يتيب ونغطيها بينسير وعلى نار هادية كما اتفقنا كنت تحبو تكيلو ديما كمية الماء الدوبل متاع الروز كنت تحبوش تكيلو بالنسبة لي عيني ميزاني ما نكيلش هاو كان نغم الروز غمان لين معادش يظهر ووراهو يتيب وجيكم مريق القد قد تحبو تكيلو ديما الكمية الماء تكون دوبل متاع كمية الروز هاو كان خليتها تتيب لبنيت ومبعد نرجع نوريكم بعد ما طابت شوفو ما شاء الله الروز طاب حذر معنا والكمية وفيرة ما شاء الله متاعيلة كنت تحبو تنقصو ولا تزيدو كما تحبو بالرغم الروز راهو حطينا شوية طيب اللي بنيت نحط في الصحفة ولا في صحن تقديمو زينو كما نحبو ولا زينو كما بش نعمل ومبعد حطو في الصحن باي اللي بنيت ومش نزيدو الزيتون بش نحاول زيتون نقص هو مقصوص معناه اما بش نزيد النقص فيه بش تجي ما تجيكش تشتر معناه تجيك زيتون كبيرة كما تعرفوا الزيتون مالح هو اغسلوها قبل اما كي يبدأ مقطع يجين ثوروا قبل ولي ما عندي هاش زيتون مقطعه كوريتكم ما استعمل زيتون كعب مقطعت منه منحيروش معناه ما تحبش حط زيتون تنجم تستغنعليه تنجم في عود الجلبان تحط ميس تنجم معناه كي ما انتعرفوا وصلات الروز فيها خضره مشكلة بسيفة عامة هذي كالبنات كعبة البطاء مغلط كعبة الطماطم نحيون هزرية عمديحة ونقصوها مكعبة صغيرة ونخلطوها مع الروز ماذا بيكم انتخلطوا بالفرشيتة اخير من المغارفة اراه دي ما الروز ماذا بينا بالفرشيتة اخير اما هاك نسيت عملت بالمغارفة برا نحبش نمسخ برشا معوه و هذي كالبنات البصل قصيته كيف كيف جيد هسيلو شخشختها بالقديق توا مش نجيب السحن ونحط نزين نصلات الروز شوفوا ما شاء الله المنظر يحكي واحده والبنه اكيد مضمونه كالعاده ان شاء الله البنات تتفرجوا في الفيديو والاخر هكيك تشجعوني اكثر و باش كل يوم ما نبخلش نحبط لكم فيديو ونتشجع معاكم و عندي كعبات حوت كانوا في الفريجيديل خرر اجتم لين يتحلوا وبعد نظفتهم و تنوريكم بعد ما نظفتهم لازم وصولها كالشوك من دي لحسيلوها مش نوريكم كيفاش كما تعرفوا ما نتنظيف الحوت مفيش حاجه كبير و طول بنات تن اختياري خاطر احنا حطينا الزر الجاج فيها جس باش نعطيها منظر وكهوت نجم و تستغنوا عليه ما تحطووش و طيب تكعب عظم باش نزين بها كالعاده اختياري دي ملعين تاكي لقبل مضى بكم زينو اسحن بالقداء بالقداء شخشخوه هكا وزينوه واتفننو شوية مع دنوس مقصوصه و زيتون و كهو يفضل فضل بالنسبة لتبقلول سيبوه احضر تنجم و تحطوها في الصحفة و تقلبوها معناها بالصحفة تجي كينها قالب واحد تنجم و تحط بجنابها الحوت المشوي وصلاتها مشوية حاسينو زينو كما تحبو هبكى برشة فكار وانتو ما اختاروا الفكرة اللي تحبوها تفضلوا لبنات نودكم من شاهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنة هاوكا التصويره تحكي وحدها وشنوها رايكم في المنظمة نوعو شئوها تحديث يعمل ستستين كيف واطاو نضعو يوم الى طبق الثانى كما تشوفو غسلتو وركحت الامور حاضر بشينفوا شوفتو الابنات من داخل كيفاش لازم تخليش فيها كلك خوليه وقصيتو بلقص وكذعان فاذوكم تخليوهم اتنحيهم مش كما تكون لديك الكعبة تشويها كما تنحيها. هكذا كالشوق من التالي قصيتهم ونظفتها بتبيعها و جرحتها بالسكينة بالطريقة هذيك. باش نفوح بالكمون بيتبيع الحوت لازم الكمون. اذيك اول حاجة. ودي ما بتبسيفة عامة نحب الحوت كانهم مقلي ولا مشوي. نحب كما نضع كمون بكمون نضع كوركم وفلفل اكحل نضع في الفاح متاحهم تقريبا ساعة اكثر يشربوا الفاح ونضع سنينة ثوم اختياري الثوم كما تحبوا كانت حبو تحطوهم في الفور حطك الورقة الزبدة وحطهم في الطبق وحطهم في الفور سيبونطة ولحظة يتيبوا هكيكا اسهل وصحي خير كانت حبو تعملوا طريقتي زداء اعملوا طريقتي علش في الفور نحسد الحوت يجي يطري شوية في الفور وميجيش عنده اكل لون الذهب المزيان اما بطريقة انا مش نوريها لكم يجي يلونه مزيان بهي البنات هاوكا بعد مرتاح قريب الساعة اخذيت مقلع عنقار حطيت فيها الحوت سخنتها بتبيع مش نحط كعبات الحوت وبعد بش نحط لشوية زبدة تشوفوا شوية وبره معناها مهوش مقلي كي انه مسفت هذيك لبنات الزبدة وكل عادة الزبدة باش تعطيها لون مزيان خير مزيت بصراحة في الحاجات اذو ما الزبدة اه تعطي لون خرم الزيت وانتو مع الطيب معناها كي ما تحبوا واليوم هاوكا طبق صحي بامتياز شوفوا لبنات تكلف فاحة اه في المعناها موزع في الحوت وكزعانة فذوكم خلطونم اراهم يفرقوا في المنظر على الاخر وشوية سلطم شوية بتبيعة فلفل وتماطم اه ثوم وفوحت بالملح وشوية تابل وكروية وزيت زيتونة وهذا يلحويتاتها وكتابو حتيت في السحن حتيت معاهم شوية تماطم اه شوية بصل وكعبات الفريط وهذه السلطة تروز وهذا هي وهذه هي ادبارتي لليوم شاء الله عجبتكم وما بقى لي كان نقولكم انتم في رعاة الله وحفظه وبسلامة وما تنسيوش اللايك ولكومنتير